فإذن أعظم حقوق الله على العباد ما هو ما جاء في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا الشرك يا أحبابي هو نوع من الكفر عبادة غير الله فقال العلماء الكفر نوعان كفر شرك وكفر غير شرك عبد الصنماء عبد الكوكب عبد الشمس عبد الشيطان عبد محمدا عبد عيسى عبد عليا هذا يقال له كفر شرك أما مثلا سب النبي والعياذ بالله رمى القرآن في القاذورات في الزبالة هذا كفر غير شرك من مات عليه مخلد في النار والكفر أعلى وأشد الذنوب فإذن أعظم الحقوق ما هو عبادة الله وحده أن يؤمنوا به ويوحدوه وينزهوه ويعتقدوا فيه أنه موجود لا كالموجودات الله يقال فيه موجود على معنى أنه ثابت الوجود لا يعني أنه دخل في الوجود العالم دخل في الوجود كل ما سوى الله دخل في الوجود الله موجود يعني ثابت الوجود واستحيل أن يكون معدوما الذي يدخل في الوجود هذا احتاج لغيره لمن أوجده أما الله تبارك وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يعني هذه المخلوقات تدل على وجود الخالق الصانع تبارك وتعالى الذي لا يشبهنا هيدا الحديث يا أحباب رواه الشيخان ولما نقول الشيخان في علم الحديث يراد بهما الإمام البخاري ومسلم رضي الله عنهما والبخاري ومسلم حفاظ سبحان الله ما كانوا من العرب شوفوا يا أحباب يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم وصحيح مسلم وصحيح البخاري يعتبران أصح الكتب المصنفة في هذا هذا البخاري رحمه الله ومسلم يقال فيهما الشيخان أما في الصحابة الكرام فإذا قيل الشيخان يراد به أبو بكر وعمر أمدنا الله بأمدادهما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر يقال لهما الشيخان نفعنا الله بهما وهنا يا أحباب فائدة مهمة ورد في حديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون يعني مختلف في تصحيحه لكن يجوز العمل به ما هو أن الله تعالى قال لآدم لولا محمد ما خلقتك هذا رواه الحاكم وغيره الحاكم صححه غيره قال عنه ليس صحيحا يعني ما بلغ إلى درجة الصحة لكن هذا معناه ما هو يا أحباب خلق الله الدنيا ليظهر أن محمدا صفوتها عليه الصلاة والسلام يعني أفضل مخلوقات الله هو النبي عليه الصلاة والسلام فهل يجوز لنا أن نقول خلقت الدنيا لأجل محمد هذا لا يتعارض مع الآية التي في السؤال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذا لا يتعارض هذا تشريف تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ففيك تقول محمد سبب وجود الدنيا لكن انتبهوا لا يجوز أن نقول إن نور محمد خلق قبل كل شيء هذا لا يقال ليست العبرة بالأسبقية يعني أن يكون الأول بالخلق هذه الماء خلقت ثم العرش ثم القلم آخر جنس من أجناس المخلوقات كان آدم عليه السلام آدم جنس البشر أفضل الأجناس لوجود الأنبياء فيهم عليهم السلام فإذا العبرة بالتفضيل بمن فضل الله تبارك وتعالى إذن هل يقال أول المخلوقات نور محمد لا لا يقال هذا وإنما يقال يا أحباب أول المخلوقات الماء ثم العرش ثم القلم ثم اللوح المحفوظ ثم الكتابة على اللوح التي حصلت بخلق الله جرى القلم بقدرة الله لا يقال الله حمل القلم هكذا ومس القلم كما يحصل منا لا المس والآلة واليد الجارحة هذه من صفات المخلوقين وهناك حديث يقال له مفتعل فهذا الحديث يا أحبابي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال له حديث جابر وجابر هو صحابي رحمه الله تعالى ورضي عنه نحن نقول العبرة بالتصحيح والتضعيف لمن كان من الحفاظ ليس لمجرد أنه مثلا قوي في الفقه أو أنه عالم في بعض الفنون أو أنه في درجة معينة من العلم يصير له حق التصحيح والتضعيف فانتبهوا كذلك يا أحباب وهذا ليس طعنا بالنبي لسنا كهؤلاء الذين يقولون محمد لا ينفع صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز التوسل به ولا يجوز الاحتفال بمولده ونحو ذلك إنما نبين أن هذا الحديث لم يثبت هذا الحديث الذي ذكرت أولا قلت اختلف العلماء في تصحيحه وهو لولا محمد ما خلقتك بينت ما قال العلماء في صحة الحديث أما هذا الذي يقال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر هذا ركيك عباراته متضاربة عباراته ضعيفة وكل الذين رووه ما فيهم حافظ واحد واحد منهم من المحدثين البقية ليسوا محدثين حتى يعني في رتبة الحفاظ لا يوجد من يضعف ويصحح منهم فمجرد رووه لا يكون هذا تصحيحا التصحيح عمل الحفاظ وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بوضعه يخص هكذا يقول العلماء في علم الحديث أنا حتى أثبت هذا الحديث صحيح أو ضعيف بدي يكون الإنسان برتبة معينة مش أنا وأنتو يا أحباب أو أي واحد مثل ما هلأ للأسف بيكونوا حاطين وصححه الألباني ضعفه الألباني هذا الألباني يا أحباب ليس محدثا ولا حافظا هو قال عن نفسي أنا محدث كتاب يعني بيطلع الكتاب ونحو ذلك الآن على المكتب الشامل والإنترنت بيطلع معك أحاديث كتير هل معناها صرطة محدثا إنما الإنسان ومنا يا أحبابي ينبغي أن يعرف من وظيفته التضعيف والتصحيح الحافظ ليس مستحيلا وجود الحفاظ إنما في أيامنا صارت نادرة فبتطلع هيك مثلا بيقوله أخرجه البخاري وضعفه الألباني شو هالزمن اللي وصلنا له شابي بحزن شابي بكي يا أحباب أو ذاك أو ذاك أو فلان أو فلان فانتبهوا هذا العلم الإنسان مننا بيخطو بتثبت كما بينا في أول الدروس إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فلذلك يا أحباب نرجع لأصل الموضوع أحق أعلى أوجب أفرض أهم أشرف العلوم علم العقيدة لأنه يتعلق بالعلم بالله والعلم بأنبيائه والعلم باليوم الآخر فكان هذا أفضل من غيره من العلوم ماذا قال العلماء شرف العلم بشرف المعلوم عظمة العلم بعظمة المعلوم يعني ماذا يدل هذا العلم على ما يتضمن هذا العلم هذا معناه ثبتني الله وإياكم عليه حتى الممات وجعلني الله وإياكم ممن ينشر هذا العلم بين الناس آمين اللهم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اجعل فوقنا وتحتنا نورا وأمامنا وخلفنا نورا وعن يميننا وشمالنا نورا وفي قلوبنا وقبورنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا نورا وارزقنا نورا يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين وجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة